أهلاً بكم. في دلوقتي خناء كبيرة بين القادة بتوع الكونغرس اللي هو زعيم حزب الأغلبية اللي هو تشاك شومر من الديموقرات وزعيم حزب الأقلية اللي هما دلوقتي بقوا الريفابليكنز اللي هو ميتش مكامل دول زعيمين الحزبين الكباردول في مجرس الشيوخ اللي اتنين مسكوا في بعض في حريقة دلوقتي ولعت بين اللي اتنين والناس كلها ملاد تتفرج عليهم وقالوا في حرب أهلية هتحصل جوه الكونغرس وحتبدأ من هنا لأن بصراحة كمية التصاعد في الخناءات بين الترافين كبرت قوي والمشكلة إن في ناس من الشعب الأمريكي الناس العادية بإيه هما كمان بيغلوا مع الكونغرس يعني مش الناس مثلا عندها عقل كده إن حتى لو كان الناس بتوع الكونغرس بيتخنقوا مع بعض أنا مالي أنا لو أنا ديموكراة واللي قاعد جنبي ريبوبليكاس ماناش دعوة يعني إحنا إنت عايز تصوت على ده تصوت على ده إنت حر يعني التصويت ده حرية شخصية كل واحد ليه أراء السياسية أعمل اللي إنت عايزه ولكن الناس بتمسك في بعض لما يلاقوا إن القادة بيمسكوا في بعض في ناس مخوم على قدهم وبيغلوا لما إلاهوا إن في مشاكل بين القادة معاكم يا سلطان دي حكايات من الولايات لو إنت كنت من اللي بتتابع القناة بتاعتي شكراً ليك نورتني شرفتني لو إنت من الناس الجديدة لأول مرة تشترك معي في القناة أو تتفرج عليها اعمل سبكريبشن القناة دي حتفيدك كتير بشكل خفيف وبسيط على خاصة كل اللي بيحصل حواليك طيب إيه اللي حصل بقى يا جماعة إن آآ تشاك شومر اللي هو زعيم حزب الأغلبية اللي هو زعيم الديموقرات طلع على على الفلور اللي هو يعني في مجرس الشيوخ ورح قايم وقاعد يتخانق مع الريبوبليكنز واتهمهم اتهمات كبيرة جداً قال لهم إنتوا بت يعني إنتوا بتحاولوا إن إنتوا تعرقلوا خطة الديموقراطية وتقدم أمريكا إنتوا عايزين تهيرت يعني تأذو الشعب الأمريكي إنتوا وقفين عقبة في تقدم أمريكا إنتوا ضد البلد ووقفين ضدها فجأة كده طب إيه اللي حصل يا شاك شومر دي خليك تقولي الكلام ده الحقيقة الكلام ده الحديث بتاعه أو الكلام بتاعه اللي قاله طبعاً أكيد الريبوبليكنز كلهم حيبقوا ضده ولكن مشكلة كمان إن ناس كتير من الديموقراطيين قالوا له إنت يكراس تلاين إنت كده زودتها قوي إيه اللي حصل عشان تعمل الكلام ده كله لدرجة واحد من الديموقرات اللي هو جو مانشن اللي هو طبعاً إحنا تكلمنا عنه قبل كده اللي هو مش موافق على انها تعادل تلاتة ونصف ترليون دولار وهو بيسمع الخطبة بتاعة تشاك شومر غطى وشه وعلى نص الخطبة على نص السبيتش بتاعته أخذ بعضه وخرى مش قادر يكمل إن هو يسمع الكلام ده وكتير من الديموقراطي راحوا لتشاك شومر قالوا إنت زي تقول الكلام ده خصوصاً إن الكلام ده جاء على طول بعد ما 11 واحد من الريبوبليكنز صوتوا على البل أو مشروع القانوني اللي كان ما قدموا الديموقراط إنهم يرفعوا سقف الاقتراض بتاع الحكومة الأمريكية جربة 180 بليون دولار يعني الأول الريبوبليكنز كانوا مش موافقين خالص على إنهم يرفعوا سقف الاقتراض ولو سنت واحد وقالوا لا يمكن النهاردة فيه 11 واحد من الريبوبليكنز بأسبوع اللي فات راحوا موافقين وتعدت البل بموافقة 11 واحد من الريبوبليكنز فجي يوم الخميس على طول بعد ما عدت البل راح جي يوم الخميس شاك شومر وراح نزل وقال خطبة عمال يتهم فيها الريبوبليكنز اتهامات كتيرة فالريبوبليكنز قالوا له إيه اللي انت بتعمله ده الحداشر واحد من الريبوبليكنز قالوا له انت اللي بتعمله ده حيخلينا عمرنا ما حنقف معكو بعد كده عمرنا ما حنسادل الديموقراطين بعد كده بقى بعد ما احنا نعمل معك كده تطلع تتهمنا للتهمات دي انت المفروض دلوقتي تكون يعني بتحاول تألف بين قلوب الناس المفروض ان انت تحاول ان انت يعني تلمنا بقى مع بعض تاني وتكون يعني بتقول شكرا ليه الريبوبليكنز تقوم تطلع تتهمنا وتقول ان احنا عايزيننا عرقة للتقدم وان احنا ضد امريكا وضد الشعب الامريكي احنا مش حنلعب معكو تاني راح جاء بقى مين ميتش ماكانل اللي هو زعيم الريبوبليكنز في مجرس الشيوخ حيسكت؟ لأ طبعا راح بعد جواب ليه بايدن بيقوله ان التصرفات بتاعة شاك شومر دي غير مقبولة وانه هو سمم المياه يعني كانت يا دوبك الامور حدتحسل انت بقى سممت المياه واحنا بعد كده الريبوبليكنز مش حيفاعدوكو في اي حاجة عايزين تعملوا حاجة عملوها لوحديكو احنا ملناش دعوة بيكو بعد كده وبصراحة بيقول ان شاك شومر ما هواش قائد جيد للحزب بتاعه والقيادة بتاعته كانت فشلة من اول يناير اللي فات لما هو بقى ميسق قيادة الحزب الاغلبية فكان باين قوي ان في مجرس الشيوخ هو مش قادر يقوم بالدور بتاعه وان الحقيقة هو ادارته سيئة والدليل على كده ان هو سمم العلاقة بينه وبين الريبوبليكنز وبعد كده ما تطلبوش مننا حاجة لان احنا مش حنساعدكم ومش حنساندكم ومفيش حد منا من الريبوبليكنز حيتنازل عن حاجة عشانكم الحقيقة يعني الكلام ده يعني كل الناس دلوقتي بتلوهم تشاك شومر اللي هو ليه ليه تطلع تهاجم الريبوبليكنز بعد ما ساعدوك وايه الفايدة من الحديث ده هل انت كنت متخيل ان انت لما تطلع تتهمهم حيجمعوا وقولوا لا والله احنا نازم نساعد للديموقراطية عشان ما يقولوش عننا الكلام ده يعني الحقيقة حركة ملهاش اي معنى لدرجة ان ميت رامني واحد من الريبوبليكنز طبعا اسم مشهور جدا راح لتشاك شومر وقال له انت اللي انت بتعمله دي دي يعني حركة او خطوة غير محسوبة يعني بها معنى حركة في غاية الغباء يعني انت ازاي تعمل حاجة زي كده تخلي الناس تتقلب ضدك الحقيقة المفروض الحقيقة الحقيقة الديموقراطية في الوقت منقسمين على نفسهم والحقيقة فعلا لا نانسي بولوسي ولا تشاك شومر اللي هم زعماء الحزب في مجلس الشيخ ومجلس النواب مش قادرين يجمعوا الريبوبليكنز الديموقراطية مش قادرين يجمعوهم بيحاولوا انهم يعني يقلفوا بين القلوب ولكن مش قادرين ففي مشاكل كتيرة بتحصل تقوم انت كمان تزود المشكلة مع الريبوبليكنز هي اصلا مشكلة موجودة مجوم ناس عدوك فانت زودت المشكلة فطبعا دلوقتي بقى ايه الموضوع رايح جاي هيشوفوا بقى بايدن هيعمل ايه لازم يدخل بقى ويلم الدور ممكن شاك شومر بقى يدخل يعتذر ممكن ناس من الديموقرات الليدر بتوع الديموقرات يروحوا بقى يكلموا وميتش مقانر ويكلموا الريبوبليكنز ويحاولوا يلموا المواضيع مش عارفين اللي هيحصل ولكن الموضوع مش ماشي على خير في دراما يعني في دراما بتحصل دلوقتي في كونجرس ودراما شكلها وحشة الحقيقة ومخليها الناس يعني يعني شكلهم القادة في ناس بتتعصب زي الكورة كده زي عندنا في مصر الاهلي والزمالك الناس تتعصب طب تخش تدرفة بعض هنا برضو في امريكا كده في ناس يعني في ناس مجنونة شوية في الحزب الديموقراطي وناس مجنونة شوية في الحزب الريبوبليكنز ويتخنقوا بقى مع بعض ويعملوا في بعض مشاكل وتخنقوا يعني الحقيقة المواضيع بتكبر وتخرج خارج حيز الايه السيطرة يعني فدلوقتي حنشوف ايه اللي هيحصل في حرب اهلية جوه الكونغرس نتمنى يعني ان العقلاء بتوع الحزبين يلموا المواضيع ويعني يطلعوا بقى يقولوا كلام كويس قدام الشعب الامريكي عشان ايه المواضيع ما تطلعش بره السيطرة ويحصل مشاكل فوق المشاكل اللي موجودة دلوقتي. حنسمع الفترة الجاية ايه الجديد اللي هيحصل ولكن الموضوع ده الناس كلها عملت تشوف يعني الناس كلها بتتابع الاخبار فتابعوا معايا بانكم تعملوا في القناة والتابعوا لو تعملوا فيه جرس كده بيبقى جانب كلمة عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلكم تقدروا ان انتم تشوفوا الفيديوهات. كان معاكم يا سلطان ودي حكايات من الولايات